لو قلنا محمد شريف وحسام حسن وشادي حسين لو انت مدير فني في الاهلي تثبت من راس حرب شريف شريف محمد شريف حتى لو بيضاية ها هصبر عايش شوية بس هما الاتنين أبنائي التانيين حسام انا بحبه جدا وكان في اسموحها حد جامد جدا الاهلي ما بيجيبش حد نص لبه زي بيت قال يعني بيجيبش حد بيجيب حد بس تغيير اللون التي شيرت بيعمل ساعات في حاجات ايه بقى يعني انا يمكن الاستثناء الوحيد اللي شفته في حياتي حصل في اتنين رضا عبدالعال زمان لما جبنا الزمالك الاهلي فانا كنت شايفته كان في الاهل عسن وبركات من الاسمعيل للاهلي كنت شايفه ايه احسن في الاهلي احسن في الاهل اه اسلام واسلام الشاطر اه حقيقة في بقى ناس تفكر ان في حاجة فاناية الاهلي بتضيف للعيب معرفش يتوتروا بلسه في شوية عبل ما ياخد مع اللعيبة وكل الكلام ده يعني مرام محسن ده كان حد جامد جدا بيت رجيت وقبلها الاسمعيلي او الاسمعيلي بعدها حد جامد جدا حظه في الاهلي وسافر برا كمان من طرف البرتغال اه مش ممكن مع الحظ والكلام دوت اه معرفش انا بقنا بصراحة بدأت اصدق في مسألة الحاجات اللي ممكن تتعامل كسحر وحاجاته بتاع في الملعب ومش عارف ايه يعني اصلي يعني اش بمعنى النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي ما بيعديش سنة اللي اتذكر عنده كلمة مستشفى الاهلي يعني انا كل العيب بيقع بحط ايدي على خدي وبغمط ايني بقول انت قلت جملة قبل كده قلتلي الثقة هل فانيلة الاهلي ممكن تدي للعيب ثقة ما اقول احساس افندم انه الولد مش بازل طاق مش موفر طاق بازل كل طاقته وفي حاجة بتحصل فانا مش عاوزة اتكلم في تخلم فاقول في كذا وعلا فيه ولا بتعمل لهم عمل ولا معرفش معرفش لكن ايه اللي كل العيب ما يقع فيه فرق ما احدش عنده بيجوله دور برد واحنا عندنا روباط صليبي رخبته معرفش ايه 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 بحبت محمود العيل الصغار ده والده اللي احسن له المعرفش كده ايه اقرم توفيقي اللي ينزل ايه ده ده طبيعي والاول كنا بنتهم الطبيب مش الطبيب جاله اطباء معرفش مين دلوقتي بش لا الموضوع مش طبيع والله ما طبيع انا كلمتوا مرة الكابت الكبير عبد شبير وقولت له والله ما طبيع اتباحوا وجيبوا بقى حاجات وعودوا اتباحوا مش طبيعي والله يا جماعة مش معنى النادي الاهلي مش معنى في رئي الاهلي كل محد يقع كده طب كل اللعيبة بتقع وكل بتاع اسكوريلي كده كل تلات اربع ساعات طهر محمد طهر لسه مرجعش رح رح اقرأ ايه ده يا جماعة ده